بسم الله الرحمن الرحيم أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أصحاب الجلالة والفخامة والسمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا بدايتنا النعرب عن تهانينا القلبية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة على النجاح المتميز لموسم الحج لهذا العام معربين عن خالص الشكر والامتنان على دعوة الكريمة لهذه القمة الاستثنائية التي تمثل فرصة طيبة لتوثيق علاقات الصداقة التاريخية وتكريس الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والوليات المتحدة الأمريكية الصديقة بقيادة فخامة الرئيس جو بايتن وتدارس الحلول لتحقيق السلام والتنمية لكافة شعوب الشرق الأوسط بمواجهة مشتركة للتحديات التي تهدد الاستقرار الإقليمي والأمن والسلم الدوليين والمصالح العالمية إن منطقة الشرق الأوسط ذات المكانة الاستراتيجية الدولية المهمة عانت على مدى سنوات ولا تزال من ظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة وتحديات بالقة الخطورة الأمر الذي يتطلب منها تفكيرا متزنا وعميقا لكيفية الخروض من الأزمات والصراعات الدائرة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي لابد من حلها بتسوية عادلة ودائمة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وخلق الفرص الاقتصادية الواعدة والمستدامة للشعب الفلسطيني الشقيق ومشاركته الفعلية في تنمية شاملة الأبعاد كما تم عرضه في مخرجات ورشة السلام من أجل الازدهار التي عقدت في مملكة البحرين في عام 2019 إضافة إلى ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي للشعب اليمن ويبقى التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول من ضمن أكثر التحديات القائمة إذ يخل بالمبادئ والحقوق المكفولة بالقوانين الدولية وقد آن الأوان لتوحيد الجهود لوقف مثل هذه التدخلات احتراماً لسيادة الدول وقيمها الدينية والثقافية ونهجها الحضاري في احترام الآخر والتسامح والتعايش السلمي على وعلى مواصلة الجهود المشتركة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ومحاربة الإرهاب والفكر المتعصد وتنظيمات المتطرفة الخارجة عن الغانون أن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي يستدعي مننا التعاون والتضامن والعمل المشترك الفاعل تلبية لتطلعات شعوبنا نحو السلام والنماء والازدهار وفي هذا السياق نؤكد على أهمية استمرارية عمل القوات البحرية المشتركة وتفعيل قوات واجب مشتركة إضافية بالنظر إلى دورها المحوري في حماية الملاحة الدولية وتأمين إمدادات النفط والتجارة العالمية عبر مضيق هرمز وباب المندق ونقدر عاليا التعاون المثمر والبناء بين قواتنا البحرية الباسلة والأسطول الخامس للبحرية الأمريكية لما يزيد عن 75 عاما من مملكة البحرية وعلى هذا الصعيد فأننا نؤكد على أهمية المزيد من الدعم للجهود الرامية لاستغرار أسعار الطاقة العالمية بما في ذلك زيادة الاستثمارات لتوسعة الاستكشاف والتكرير وإدخال التقنيات الجديدة التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي ومواجهة تضخم الأسعار ولا نقفل هنا عن ضرورة تشجيع جميع مبادرات تصدير الحبوب والقمح وقيرها لتأمين وصولها للأسواق العالمية وتفعيل مبادرات لدعم الدول المتضررة تحقيقا للأمن القذائي إننا نتطلع بكل أمل وتفاؤل أن تسفر هذه القمة عن نتائج مثمرة ومخرجات بناءة تعزز مسار التعاون المشترك وترسخ علاقات الصداقة بين بلداننا لكي يمكننا من مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية وإرساء الأمن والاستغرار ووضع مرتكزات علاقة وطيدة وممتدة تلبي متطلبات الحاضر والمستقبل نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيها الخير والصلاح لدولنا وشعوبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر